في ريسيرش بحث عملة دي دي آي اللي ما بعرف دي دي آي هذه أكبر شركة تعمل بحوث في القيادة واستمارات واستبيانات اسمها Development Dimensions International أجروا هذا الريسيرش البحث على 2600 مؤسسة تختلف في أحجامها يعني في 74 دولة 1897 خبير موارد بشرية وتقريبا 12 ألف ونص قائد إذا الصوت ما زال واضح يريد تعطوني واحد لو سمحتوا تمام تمام أشكركم أول البحث عملوه أنه تدريب على القيادة هل يعيد الناتج في الـ Investment يعني هل يعيد الناتج من الاستثمار استثمرنا مثلاً 2000 خمس تلاف عشر تلاف دولار أو يورو في التدريب على القيادة بيجيب نتيجة يعني بنرجع الفلوس التي صرفناها خلينا نشوف لما ما يكونش فيه تدريب على القيادة العائد من الاستثمار 2% أو 0 لما يكون فيه تدريب على القيادة بعطينا التن أوفر اللي هو التقاعد والانفصال عن الشركة يتحسن 77% لما يكون فيه ترينين يعني تدريب على القيادة تدريب جيد على القيادة مشاركة الناس الموظفين الـ Engagement ترتفع إلى 81% وتغيير قابل للقياس 85% يتحسن نشوف البحث أو الـ Research لما تكون عندنا القيادة مستواها عالي شو بنعمل أو كيف الشركة أو المؤسسة رح تعمل مع المنافسين لما يكون القيادة ضعيفة أو تكون القيادة في المؤسسة ضعيفة احتمالات تفوقنا على المنافسين 6% لما تكون مقبولة 9% لما تكون جيدة 27% لما تكون جيدة جدا 53% ولما تكون ممتازة فرص تفوقنا على المنافسين تصل إلى 78% طبعا القيادة ما في عليها غبار هي العنصر الأساسي في أي مؤسسة قيادتها زي ما حكيت أو زي ما قلت في البداية المشاكل اللي بتحدث في كل المؤسسات عبارة عن أعراض مش مشاكل لمشكلتين رئيستين في مشكلة ثالثة بسي بتيجي برضو بسبب القيادة المشكلة الأولى اللي هي القيادة والمشكلة الثانية اللي هي الفلسفة المشكلة الثالثة اللي بتيجي تحتها اللي هي نقص المال وهذا بكون برضو عدم إدارة وقلة مهارات في القيادة في واحد اسمه هارل جينين هذا كان السيئي او لأي تي ان تي شركة التصالات الأمريكية بقول لك القيادة هي قلب وروح إدارة الأعمال يعني لا تسوي بيزنس إذا ما عندها قائد كويس رح يخرب البيزنس وما بنقدر ندير الناس إحنا بتغيير بسيط في ترتيب المخطط التنظيمي أو اللعب مع الأرقام نزود هذا شوية والنقص هذا شوية اللي بنتعامل معه في إدارة البيزنس هو الناس في إدارة أي بيزنس في إدارة أي مؤسسة اللي بنتعامل معه ناس إتقان مهارة التعامل مع الناس هو العنصر الأكثر أهمية في وصفة نجاح الأعمال اللي هي الريسيبي بدنا ننجح بالعمل تابعنا بدنا مهارات تعامل مع الناس